مشاهدي أنفاس بريس أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم أنفاس بور حلقة اليوم سنخصصها للتطلق لموضوع تسير غياضي على مستوى أندية كرة القدم ولتحليل الموضوع يحضر معنا بالستوديو الاستشارة في التدبير الاستراتيجي لأندية كرة القدم أيوب قطايا أهلا بك أستاذ مرحبا أختي نياد وشكرا للاستضافة في أنفاس بريس شكرا لك أستاذ إذا الأول أستاذ ممكن أن نطرحه أستاذه أننا كنا نلاحظ أن بعد فوراق غريبية نقدرنا نقول لك ما يوجد فراغ على مستوى تسير كيف يمكن تجاوز هذا الوضع من اللي كنت تكلموا في موضوع الفراغ كما تكررني في السؤال ديالك أولا نقدرنا نوضفه مصطلح سوء سوء تدبير الاندية فهنا كنا نناقش الموضوع على مجموعة ديال النقاط الرئيسية أولا نقول لك ما هي الملامح سوء تدبير الاندية بين الملامح سوء تدبير الاندية كان أولا عدم موجود أحد الهيكل هيكل تنظيمي هيكل تنظيمي داخل الاندية نقول لك الاندية 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 هذه الهيكل التنظيمي التي يكون فيه المناصب ومسؤوليات ما هي المهام داخل هذا الهيكل التنظيمي كل واحد يتعرف ما لهو ما عليه داخل هذه المنظومة لقد كان هذا الاشكال لديه عدم وضوح وعدم وجود هذا الهيكل التنظيمي داخل الدخول حتى لو كان لن يكون بحد الفعالية في العمل والاشتغال داخل الدخول هذا اطرح اشكال على مستوى التدبير للموارد البشرية هذا النقطة الاولى بين الملامح أيضا للسوق التدبير هو عدم وجود استراتيجيات عدم وجود استراتيجية تدبيرية نادية وما يقولون نادك والقادم فهناك لديه استراتيجية على المستوى القريب ويسر المستوى المتوسط على هدف مستوى المستوى الطاويل الأمد. بالنادي الذي لم يتمكن هناك استراتيجيات على المستوى التدبير المالي على المستوى التدبير الرياضي والاستراتيجية على المستوى التدبير المؤسسة بشكل عام ويصبح نعرف普ة الأستراتيجيات التي تريد توضع داخل النادي لتكون حاضرة. بين ملامح أيضا سوء التدبير والتدبير والتواصل تواصل عامل المهم. coach is kald فى نادي مؤسسة عمومية فم نقول لم يجب أن تتواصل مع شركاء فماذا يبدو انقيم تشرك فاقتنعاء حال أشكال هناك كتب ان اقصائي فfert ikkejemaot اكتسادي لذا ثم تسawy التشرك شركات فТم فعل معك عند禰 epidemi فجاء التواصل chance رأيenne للوضوحية أو شفافية. لا. نتركه للحكامة بين مبادئ الحكامة نتكلم على الشفافية في التواصل. تواصل مع الميديا، تواصل مع المنخريطين تواصل مع الجمهور، تواصل مع المسؤولين تواصل مع السلطات. يجب أن يكون واحد استراتيجي على المستوى التواصل. بين ملامح نتكلم على سوء التواصل بين ملامح أيضا سوء التدبير نحن نريد أن نتخلص نحن نريد أن نتخلص تحليل عام من الأشكال وملامح السوء التدبير. هناك أيضا اهتمام بالتكوين الناشئين. نحن نعرف بين مسؤوليات المسؤوليات والنادي والقدم. لماذا تأسس النادي؟ ما هو التاريخيا؟ النادي تأسس على أنه سيكون أهداف الاجتماعية والأهداف الرياضية. النادي يتأسس على الأسس لأنه يساهم في تطوير الممارسة الرياضية. إذا كان هذا القدم يساهم في التطوير الممارسة. لم يكن تطوير الممارسة لأنه يجب أن يهتم بالجانب التكويني الناشئين. تفرغت الفارق الأول وهملت الناشئين. هذا أشكال كبير. لأنه لا يكون لدينا الخزان الخلاف الذي سيسميه. سوف نرى ما نقشه من الملامح في التطوير. هناك أشكال أخرى أيضا تطوير التطوير المالي. هذا هو مهم لأنه يدعنا اليوم الكريزة. يدعنا الأزمة التي تعيشها مجموعة الرياضية. لماذا؟ لأنه يدعنا لأنه يدعنا الرياضية لأنه يتعاقد ملاعبين وأنه يدعنا لأنه يجاوز الميزانية السنوية لأنه يدعنا لأنه يدعنا لأنه يدعنا أزمة مالية السيولة والنادي. هذا تقريبا يدعنا أنه يدعنا مجموعة الملامح والأوجه تدبير أندية القدم. أخي أستاذ أستاذ نقدرون أن نجاح الأندية يقوم على بلورة مشروع قائمة على مجموعة والمساريع. مثلا في الشعق الرياضي الشعق المالي الشعق الاجتماعي وكيف شرتي في كلامكم الحكامة؟ بالتأكيد من الذي نتحدث عن نادي القدم فأكيد أي شخص سيطرق هذا النادي وفي جميع المكونات فقد نتحدث عن ثلاث مشاريع. ما هو المشاريع المشاريع المالي المشاريع الرياضي كيف سنبدأ المشاريع المالي تكلم عن المشاريع المالي ممتع المعرض المشاريع المالي وهو الميزانية وي المزاني استثمارات المستثمارات ثم السوال الاقتصادية الذين سيؤذلون التعزيز للإرادات النادي وكيف سنعملون معهم هذا بسبب الشقة المشروع المالي أي نادي يجب أن يكون لديهم مشروع مالي واضح للمعاني ننظر إلى المشروع الرياضي المشروع الرياضي في سياسة الرياضية التي سنعتمد علىها في تطوير اللعبة داخل النادي أيضا في تكوين الناشئين أيضا في المراقبة وفي التطوير وكيف سيؤدي المشروع القدم على المستوى الكبار كيف توجه استراتيجينا على المستوى فريق الكبار ومستوى الناشئين والنسوية كيف سنعملون وكيف سنعملون السياسة الكوروية التي سنعملون بها لكي نطوروا الكوراة الداخل النادي أيضا في أيام التعاقد التي سنقوم بها مع الأطور الإداري أو تقنية أوة مركز تكوين او لا مدرسكة القدم او لا فرق كبار. عاد كي يأتي المشروع الاجتماعي. المشروع الاجتماعي هناك نتكلم عن المسؤولية الاجتماعية النادي. المسؤولية الاجتماعية النادي ما هي الأنشطة الاجتماعية التي يمكن النادي يوظفها خلال السنة دياله وخلال السنوات. بحال نعطيك مثال بسيط ما زال كنت تذكره. البرصاق في الفين وست درت واحد درت واحد دعم مالي مالي لليونيسيف. اليونيسيف اه اللي كتزم بالطفولة درت دعم مالي وكانت دراف في الاتوني دياله وكانت دير الشعار ديال اليونيسيف. اليونيسيف اهنا كي بيلك بان هذه البرصة يعني كي ساهم على المسؤولية الاجتماعية وكيدعم منظمة دولية اللي كي تسمى الطفولة. إذا خاصت المشروع الاجتماعي يكون حاضر في ذلك المشروع الضروري. فعلا. المشاريع المشاريع كي يمشيوا. المشاريع يجب أن يكونوا حاضرين. يجب أن يكونوا حاضرين. لكن هناك توجه. توجه في تطوير نادي. توجه في تطوير نادي. في تطوير نادي. وتوجه أيضا في تثمين. يعني كي نعطي لنا نعطي وصلها في الاترافة. مجال عشوائي. مجال عشوائي. مجال عشوائي. ما يمكن ان يضرر نادي. إذا وضعنا هذه المشاريع وضعناهم وصطرناهم. وتواصلنا بهم. وقدمناهم الجميع. والزاديران والشركاء والشركاء. فأكيد أن الجميع ستفعل هذا النادي. والجميع ستساعد النادي في جميع الضروب. سواء كانوا في السراء أو في الضراء. هذه المشاريع المشاريع التي تضعوها وقدمناهم مؤشر حقيقي وطريع. لديهم استراتيجية. لديهم أهداف. لديهم أي شيء ما يفعله. ليس بحال النادي ليس لديهم أي شيء. وليس يقدم أي شيء. ونحن نجينا كأوجوه وكأفراد الذين ستحدثون. لا تحدث اليوم. نحن مطالبين. لكننا سنصبح النادي. وسوف نرى بر الأمان. وسوف نجنى واحد المجهودات. في الأساسات الضرورية. لدينا رؤية واضحة. رؤية مستقبلية واضحة. لدينا استراتيجيات. لدينا أهداف مستقلة. مستقلة في الوقت. ومستقلة في الموارد. ومستقلة في الموارد التي سنحركهم. لكي نصل إلى أهداف. لأن نتوجه لنا التصوير هو هذا. دعاً لا أهداف عن طريق ذلك. سوف نفعل كثيراً تدبيراً إلى تلك الموارد. أخي أخي أدريك. أحد سؤال. هل هو تكوين؟ هل يمكنهم أن يكونوا تكوين في هذا الشكل الرياضي؟ هل يعمل نادي ويعمل أهدفه؟ هنا أريد أن نوضع السؤال في إطار التحليلي هنا يوجد أنواع التكوينات نظر على التكوين الناشئين أو التكوين المسيرين نظر على التكوين أقصد أن تكوين موسيرين نعم اليوم يكون الجامعة الملكية المغربية قدوة نموذج يحتدى على المستوى القاري في الجامعة المغربية قدمت بها في المؤتراف المؤتراف المعراج والوراشات التكوينية على المستوى القاري لأن المغرب اليوم والجامعة الملكية المغربية برئاسة فوز القجع كانت سباقة في مجال التكوين من المدربين المدربين والحكام لأن المجموعة للوراشات التكوينية تكوين في المغرب بمشاركة مع الكاف لذلك المغرب كانت سباقة في المجموعة التكوينات والكاف برو كانت مؤخرا في الداخل كانت سباقة في المجموعة لذلك اليوم يريد أن نذهب والمغرب يريد أن نذهب في وطيرة سريعة ويكون سباقة على المستوى القاري أنا أرى أن تكوين المسيرين ولا ضرورة مليحة لماذا؟ لأنه عندما نذهب اليوم لدينا لسانس دي سي بي أو أبرو كونا في هذا الإطار لماذا لا نذهب في تكوينة نموذجية؟ ونحن نعطي الممارسات الجيدة للكاف لأن الكاف في المغرب كما قلت لك مرجع في مجال التكوين عندما نذهب ونذهب في التوجه من التكوين المسيرين فأكيد في هذه المجموعات المشاكل التي ذكرناها في بداية الحلقة هي سوء التدبير لذلك نريد أن نكونوا في القادر الإدارية وعطيناهم هذه الشواهد وشوائد عالية وشوائد عالية وشوائد عالية فأكيد سوف نساهم في تطوير المعارف والكفاءات تطوير المعارف والكفاءات التي سيؤثر بشكل إيجابي على تصيير أندية يعني كلما نحن نكونوا في جميع العصاب الجهوية حتى المساوى العصاب التي سنكونوا فيهم فأكيد بأن هذه المشاكل التي ذكرناها وتكلمنا عنها فأكيد أنها ستقلص ملاء المح ونبدأ نرى واحد الأندية التي تصيير بشكل مغاير بشكل احترافي ومهاني سيكون هذا المدى المتوسط والمدى البعيد؟ فأكيد إذا نحن نحن في التوجه فأكيد المغرب يربح ريهن كبير وسوف نعطي صورة أخرى على مستوى التدبير إلى اليوم سوف نعطي صورة على مستوى التقنية على الأطور التقنية فأنا نرى بأن ممكن أن نرى ونكون سباقين على المستوى القاري وأن لدينا فرص كبيرة على أن كرة القدم المغربية تزيد التوهج بعد حقيقة في هذه السنوات الأخيرة على مستوى التدبير لأن كما نرى نرى ضرورة 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 مليحة على أن نرى ما هو النموذج المثالي الذي يمكنه في التدبير بالنخفضة ؟ لما نريد أن نقل تصورة نموذج النخفضة والقدم فنعرف أن والقدم يقضون في جموعة المجالات السيارية هناك لدينا تدبير العلاقات مع الشركاء فقرير الأصدق يجب القدرة على تحليل الراسل ومن المؤسسات من الشركات القريبين منهم سواء اقتصاديين اجتماعيين او مؤسساتين هذه النقطة الأولى ثانياً يجب أن يكون على المستوى على المستوى القدم على المستوى الناشئين يعني فورماسون الجنس هذا سيطرة الذي يجب أن يعمل عليه لأنه إذا يعمل عليه فأكيد أننا نجد الخلف كيف لم أذكر منها في بداية الحلقة العاملات كانت قدم النسوية يعني نحن نكره المجالات مجالات لكن تدبيع تدبيع قدم النسوية مستوى تدبيع المنشأة رياضية داخل النادي يعني نبقى ونبط إلى مستوى منشأة رياضية العامل الرابع هو التدبيع المالي والإذاري التدبيع المالي والإذاري سترى نحن نشاهد ما هو السيستام يجب أن يتوضع هذا المرافق. الخامس هو تدبير الموارد البشارية والأطور الإدارية. عام الأخير هو الفريق الأول. السابع مرافق أو السكتور هو الإكيب المعارض. الإكيب المعارض لا يوجد لعبين. يوجد لعبين. يوجد لعبين. يوجد لعبين. أميديا موارد البشارات والميديا. يجب أن يعملون بطريقة لا يستطيع أن نعرف كيفية وكيفية التطبيقاتهم وكيفية التطبيقاتهم. لذلك نستطيع المسح على المساوى كيفية المرافق التي تصبح فيها. هذا يجب أن يكون بأمنا. كل مرافق من المرافق يوجد في الدرقة. يجب أن نضع المخطط عمال. مخطط عمال على كل مرافق. لا نضع المخطط كيفية التطبيقات. ما حقيقه في كل فترة ومرحلة ومرحل. لذلك هذا هو ما نقوله يجب علينا موضوع 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 في الكفاءات وفي الموارد. هذا هو ما نستطيع أن نلخصه فيما يتعلق بالنموذج أو التصوير للموضوع أستاذ أيوب نشكرك على الحضور معنا اليوم. شكرا جدا على التوضيحات ومشاركة الفاسبور. نصل إلى نهاية حلقتنا إلى اللقاء في موائد أحضر.